روح لي موقف مهم امريكا اليومين اللي فاتوا لما وردك الصور او الفيديوهات ازاي بيتعاملوا مع مواطنين غلابة مشاكل في بلادهم عايزين يروحوا امريكا ودائما امريكا تكلمك على حق المواطن وحق الانسان ولكن يبدو انها شعارات وليست حقيقة عندما يصل الامر لامريكا انهم يستخدموا هذه الطريقة البشعة في التعامل مع الناس في دولة جمهورية هايتي في نصف الكرة الغربي بجوار دومينيكان عد السكانة تقريبا 11 مليون دولة من افقر دول العالم وهي افقر دولة في امريكا اللاتينية الناس بتتعرض لمشاكل عندهم مخاطر كثيرة يعني البنك الدولي تكلم على ربما اكتر من 60% عدد سكانها تحت خط الفقر وبالتالي يذهبوا الى دول لجوء وتعاملت امريكا والسلطات الامريكية مع عمليات الهجرة او عمليات اللجوء بطريقة لا علاقة لها لا بحق انسان ولا بمواطن ولا ان واحد جايلك قادي الامريكان عملوا لهم حضرتك انا بعرض لك ده ليه عشان بس على الدول لما تيجي تتكلم على حقوق الانسان قادي الناس بتعدي المية مش لقيين بص الامريكان بتتعامل معهم ازاي دي امريكا بتتعامل بهذه الطريقة الغير انسانية يعني طبعا مسألة زي ما قالوا كده انها مخيبة لامال الناس اللي بتلجأ لدولة بتتكلم على حقوق الانسان قادي بيتعامل معهم ازاي بصوا هتشوف الضرب بيعملوا الناس بتعدي المية والامريكان منتظرين من ناحية الاخرى شايف الطابير الناس اللي بتعدي زي ما حاجة بتشوف كده وقالوا ان احنا طبعا الاف اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين انه يا جماعة امنوا حياتنا ده احنا عايزين نعيش فامريكا قالت لهم مش هتعرف تقعد ولا هتدخل لا ده انا هحط لك المشهد ده بالمناسبة مشهد يومي بقى له ست ايام يعني على مدار ستة ايام تجد هذا المشهد اللي انا بارده حضرتك لما الامريكان يقولك حق ايه ورينه ده طب وحقوق الناس دي تتعامل معهم ازاي تتعامل معهم بالعصايا تتعامل معهم بالسحل تتعامل معه بالكرباج ولا تتعامل معه ازاي وبص نصابولهم ايه خلي بالك المشهد اللي قدامك ده حطوهم تحت الكبر زي ما شايف كده حضرتك وقادي امريكا وحق المواطن اللي جاي من هايتي عشان يلجأ لدولة بتتحدث عن حقوق الانسان اوقف على المشهد مشهد ولا في القرن السبعتاشر ده ولا قرن السبعتاشر او خمستاشر امريكا ده النهاردة الكلام ده ده المشهد في امريكا عاملة زي ما حاك شايف كده معسكرات وعملة خيام ورمي الناس الشارع ايه ده ايه حق المواطن ايه امريكا والديبوقراطية اللي عندها وانها توجه رسائل العالم وتتدخل في شؤون دول ده تتدخل وبتضمر دول عشان حق انسان بتتدخل وبتضمر دول وبعد كده يقولك يطلع تازر قولك واحنا ما عملناش كده فشوف بيتعاملون مع الناس اللي بيلجأوا اللي بيالجأوا الولايات المتحدة الامريكية حطوهم في هذه المعسكرات وعملة ازمة كبيرة للإدارة الامريكية طبعا لا في مجتمع دولي بيتكلم ولا حد بيتكلم ولا حد بيعلق وربما المسؤول عن في إدارة بايدن عن المسؤول الخاص عن هايتي مبعوث الرئيس بايدن عن هايتي استقال استقال النهاردة احتجاجا على اللي بيحدث للهجرة غير الشرعية لمواطنين لهم حق انهم على الاقل تعملوا معاملة انسانية قال لك اللي بيتمع معهم مسألة غير انسانية وبالتالي لن اكون في هذه الادارة مرة اخرى بعد اليوم قال شوفوا المشاهد هذه المشاهد اللي بورا هيالك بص حطين ناس فين شايف حضرتك الناس المنتظرة اللي بيعاديوا طبعا اللي عاديوا مستنين شايفين الامريكان بيتعاملوا معهم ازاي بهذه الطريقة فكل الكلام ده بيلقي بعلامات استفهام عن حقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية هل امريكا جد في هذا ملف ولا لا ولا امريكا لما يكون عندها مشكلة مع حد توجه بس وتصدر حقوق الانسان الفيديو اللي قدامك ده هو بيؤكد انه امريكا تكيل بميكيلين اللي هو على الاراضي الامريكية اتعامل زي ما انا عايز وخارج الولايات المتحدة الامريكية اتدخل واقول املاءات اي دولة هو بيتكلم حتى روسيا يتكلم على روسيا يتكلم على الصين يتكلم على اي دول يتكلم عليها في هذا الامر ولكن يستخدم هذا الموضوع كوحدة من الاوراق السياسية المهمة لدى الادارة الامريكية اللي قدامك ده مشهد كارسي مشاهد كارسية كيف تتعامل الادارة الامريكية مع مواطنين بيطلبوا اليها اللجوء بيذهبوا اليها لانهما سمعوا الشعارات وهؤلاء صدقوا شعارات امريكا فراحوا الامريكا انه امريكا هتستقبلهم وبالورود واذا امريكا تستقبلهم بالكارابيج وبالقاء الناس الشوارع زي ما حاك شايف كده زي ما احنا بنعرض مرة واثنين وثلاثة باستقبلهم ازاي عملولهم معسكرات ازاي وهنا افلين المعسكرات ديت ما حدش يخرج من هذه المنطقة ابدا عليها اجراءات امن وحراسة موجودة مشددة حاطينه في ازا المكان ومسألة غير انسانية على الاطلاق وهنا زي ما اقول اللاجئين دول قالوا انو الامريكان عاملون زي الحيوانات قالوا كده زي الحيوانات معاملة الامريكان معانا زي الحيوانات يعني حتى مش معاملة انسانية يعني بيعملهم الالف دول كحيوانات الجاردين قالت كده لما خد التصرحات منهم وكلام منهم قالوا دا عاملونا معاملة ايه ده مش اسوء قالك حينات بالضبط بتعاملوا معنا الامريكان ماذا تفعل الادارة الامريكية وازاي الامريكان بيتعاملوا بهذه الطريقة مرة اخرى ادي المشاهد الصعبة المشاهد اللي هي محزنة واللي بتقول رسالة ليه الادارة الامريكية وحق المواطن اللي هو بيلجأ الى الادارة الامريكية